طيب السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بكم كنا وقفنا في الفيديو اللي فات على الصفح دي تحديدا وقلنا انجو الهب بياخد وقت فبالتالي احنا هنقسم الفيديو ده مصيني النص اللي هو اه تكلمنا في الفيديو اللي فات والنص اللي احنا او الجزء اللي احنا بيتكلم في دي الوقتي بعد الانجاء من عملية الكيديشن للهب زي ما احنا شايفين الهب بتاعنا انتهى هنروح الهب بتاعنا هنلاقي الهب اللي احنا عمليينه هون ومفخوش ولا بي بي ان سايت نتركز بقى في المعلومات اللي جاية ديت علشان معلومات مهمة وخارج المنهج المنهج واقف عند عملية الكرييت لالوان والهب خلاص متكده مش مطلوب منك اي حاجة ولكن طبعا علشان تبقى اه نتورك انجينير شاطر او حتى علشان تبقى شاطر فلازم تركز ولازم تقرأ ولازم تطلع على كتير وفيديوهات كتير واشتغل بيدك كتير فبالتالي المعلومات كل المعلومات اللي جاية ديت معلومات اه براكتيكال لحضرتك انته خلاص خارج نطاق المنهج اللي احنا بشرح منه احنا هنا وقفين على جواه وقفنا على الهب اللي احنا عملنا احنا عملنا هب واحد فبالتالي هنا عملنا خطوتين اول خطوة انشأنا الاجر بيرجور وان تاني خطوة عملنا جوا الوان بتاعنا عملنا المنطقة المركزية اللي هتشيل الكونيكشن بتاعتي اللي هي الهب طيب في خطوة تالتة ايوه خطوة تالتة ان انا ابدأ ام ابني شبكاتي واتصالاتي فبالتالي هنا هضيفي السيطات اللي هي البرانشات بتاعتي خلاص طيب منين وانا واقف هقول له البيبي انسايت هلاحظ ما عنديش ولا سايت فهبدأ اضيفي السيطات بتاعتي هقول له لو سمحت انا محتاجة كريات سايت هيبدأ يطلب مني البيزي كونفرميشن اللي بيطلبها مني اثناء عملية اي كريات لأي سيرفز او اي ريسوس او اي كونيكشن عندي طيب الريجور فين هتحط الكونيكشن بتاعك ده في اي منطقة هخليها باي ديفولت او هغير المنطقة الاقرب اليها واستحسب برضو ان احنا نختار نفس المنطقة اللي فيها الوان بتاعتي طيب هتسميلي والله انا داخل اضيف السايت الخاص بكايرو برانش طبعا كده حلو او كايرو برانش ده مش في ديفيس اللي هو الفايروول او الراوتر اللي انا هربط بي السايت ده او طب الديفايز ده من اي نوع يعني سيسكو فورتيجهيت سوفوس مش عارف سريكم فانت هتقول له على الفيندور الخاص بالديفايز اللي حضرتك شغال بي والله مسلا في حالتنا ديت هنشتغل بفورتي جاية متعام؟ خلاص اديني بقى اديني الادرس سبيس اللي هيشتغل عليها الكونيكشن ده الادرس سبيس اللي حضرتك هتربط بيها الفارع ده فهنا هتدي له الادرس سبيس طبعا هنا يا شباب احنا مش بنقلف احنا بني في الريال لايف بنيدي فعليا الاي بي الخاص اللي احنا هنعمل بيه الكونيكشن خلاص؟ ولكن احنا هنا علشان في الديمو فاحنا بنيدي اي اي بي على سبيل ان احنا بتتعلم مع بعض خلاص؟ هقوله والله مثلا الاي بي مثلا ده عبارة عن 30.12.10.0.24 خلاص كده؟ هياخدوا مني ما عندوش اي مجاكل في الكلام ده بعد جده هنتقل للخطوة التانية اللي هي اللينك تفاصيل اللينك ده بقى الرابط اللي حضرتك بتربط بيه الفارع اسمه سرعته البروفايدر اللي انت واخد منو مش انت هتاخد منو في النهاية هتربط الفارع دي عن طريق بروفايدر يعني النت اللي انت واخده اي مكان نوعه او اي مكان سرعته مش انت في النهاية واخده من بروفايدر فاديني بيانته ب happened فهاقول له والله ده ده كايرو اللينكي بعد السلام سرعته ايه والله سرعته مثلا 3 ميجا 4 ميجا 30 40 السرعة الحقيقية اللي حضرتك برضو بتستخدمها في الهيال لايف طيب واخده من وين والله واخده من وين خلاص طيب الابي ادرس بتاعه ايه الابي ادرس بتاعه اهو مثلا 52 22 10 13 خلاص طيب اللينك بي جي بي ادرس اللي انت رابط به البيانات دي المفروض ان انت اساسا بيزودك بها الانترنت بروفايدر اللي انت بتعامل معاه والكلام ده معروف يعني فهقول له والله مثلا الابي اه 33 15 20 10 طيب بديني بقى الاتونوميس نمبر اللي احنا اتكلمنا عليه او المهانس حمادة تتكلم عليه باستفاضة في اه الفيديو اللي قبل ده او اللي قبل قبل ده خلاص اللي هو الخاص بالسايت تو سايت والله انا مثلا في حالتي اه برضو هنستخدم هنا اللينك اه اتونوميس نمبر كل الارقام دي يا شباب احنا الارقام مش حقيقية ولكن احنا علشان بنتعلم معروفات ادي بيانات السايت بتاعي بعد كده هقول له ايه الخاصة بكل فرح عندك بقى عشرين فرح هتديله عشرين بيان عندك الف فرح هتديله الف بيان خلاص طبعا اكيد معك تيم انت مشت لوحدك فادي اه اللي اه الجزء الخاص بربط الفروع او سايت تو سايت طيب اه لو عندي بوينت تو سايت اروح لهم باشنوان اوفع الوان بتاعي من هنا هروح احنا خلاص الجزء ده اللي هو السايت بتاعتي ابدأ زي ما قلنا اربط فروعي بطريقة اللي احنا شوفنا هديه من هنا وهبدأ اقول له انا محتاجة اعمل هي البوينت تو سايت هيبدأ برضى يقول لي سميي لي والله بي 2 اس الطانل نوعها ايه ايه اي كيي برجن اه 2 طيب الحضرتك هتستخدم اي بسيك والله ايوة او لا او الديفولت بتاع الماكروسوفت او عندي اي بسيك كستانايز هاستخدمه طيب حضرتك هتستخدم السيرتيفيكت والله لو قلت له ايوة اديني بقى اديني بقى السيرتيفيكت اللي هي الروت والبابليك اللي احنا اشتغلنا عليها في الموديول رقم واحد تالي بقى طيب عندك ريديس والله لو عندي ايوة طيب اديني بقى البرايفيت كي والبابليك كي والبرايمني مش عارف ايه والكلام ده كله ما عنديش او انو ما عنديش طيب حضرتك هتاثنتيكيت نفسي الخيارات يا شباب اللي كان بي طلعها لي اه مفيش جديدة هي مش جديدة يعني خلاص ولكن هنا بعملها من جوه حضرتك هتاثنتيكيت باستخدام والله لو قلت له ايوة فهيبدأ هنا يقول لي طيب اديني بقى الخاص بالتالي بتاعك والاشيور والحاجات دي كلها خلاص طيب هنا حد يقول لي مقفولة ليه هقول له ببساطة شديدة جدا لان احنا وإحنا بنعمل الانفورميشن قلنا له هنستخدم الطنل من نوع الاي كي فيرجن 2 اللي هي اصلا مش بتدعم الاكتيف ديريكتري ولو قلت له هنا الاكتيف ديريكتري ولو قلت له هنا الاكتيف ديريكتري هيبدأ هنا يقول لي طيب اوكي اه بقت متاحة عندي خلاص ادي كده سايتو سايت خلصناه والبوينتو سايت اطلعنا عليه وبرضو عرفنا هو بتعمل بنفس الطريقة اللي احنا بتحولينا عليها طيب ليه بقى حاجة هنا نقف ونركز برضو احنا مركزين ولكن نزيد التركيز في اللي جاي انا عملت كده الوين ومن جوا عملت هب الهب تشغيل ايه فعليا مش شايل اي حاجة فعليا انا هو لو رح تلاق عليه مش شايل اي حاجة مفوش اي حاجة فاضح طيب يعني لا فيه سيطات ولا فيه شبكات ولا فيه شيء صح اه طيب ابدأ بقى احط شبكاتي اللي ستيب برقم اربعة احنا اول ستيب عملنا الوين تاني ستيب عملنا الهب تالت ستيب ربطنا الفروع رابع ستيب هنربط النيتورك كونيكشن ومش شرطة تاخدها بالترتيب يعني ممكن ممكن مسلا تعمل الوين بعد كده الهب بعد كده الشبكات اه وبعد كده الفروع احنا دلوقتي بنعمل او عملنا الفروع الاول وبعد كده هنعمل الشبكات طيب الهب بتاعنا فاضي الهب ده المنطقة المركزية اللي هتشير اتصالاتي وشبكاتي خلاص تماما خلينا بقى نروح نقول له الفيرش والنتورك اللي جو الوين بتاعتي فحنروح هنا علينا الفيرش والنتورك اهو لو اخترناها كده هيقول لي والله انت عندك هب واحد هو طبعا بيلودين بيعمل يعني بيجيب البيانات هيبدأ يقول له لو عندي هب اتنين تلاتة عشرة هيبدأ يجيب هب لي لكن احنا في حالتنا عندنا هب واحدة هو موجود في قطر مفوش ولا شبكة طيب تعالى نقول له انا محتاج اقات كونيكشن للهب ده فهيبدأ يقول لي ما عنديش اي مشاكل الكونيكشن اسمه ايه هقول له والله مثلا كونيكشن واي اوكي طيب الهب اللي هضيف عليه الكونيكشن ده والله يا عندي هب واحد السبسكريبشن ما بتتغيرش لو عندك اكدر من السبسكريبشن حضرتك بتختارها احنا في حالتنا عندنا السبسكريبشن واحدة طيب الريسورس جروب برضو اعتقد عندنا آآ ريسورس جروب واحد احنا شغالين عليه فهيبدأ بمجرد ما حضرتك تختار الريسورس جروب هيبدأ يجب لك الليست الخاصة في الشبكات اللي موجودة فيها عند هنا ثلاث شبكات موجودة في الريسورس جروب ده خلاص حضرتك هتربط الهي واحدة فيهم والله هربط الفور عرب نتورك دي ات خلاص تمام الشبكة اللي حضرتك هتربطها دي عايزني ابروبجيت تونان يعني ايه الكلام ده والله بايدفولت طالما حضرتك داخل تحطلي كونيكشن من نوع بيرشوال نتورك جوه الوان او جوه الهب اللي جاي من الوان فانا بايدفولت بروح احط بياناتها في جدور التوجيه اللي افتراضي بتاعي فبايدفولت برضو حي حتكلم اي شبكة تانية لو حضرتك عندك مشاكل في الكلام ده والله يقول لي ايه ما تحطها ليش خلاص انشرها لي الى اه جدول توجيه مخصص او ما تعملش بين او بين اي شبكة تانية بيرين لان بايدفولت حتنشأ حينشئ لك بيرين نركز يا شباب نركز خلينا خلينا كده نفتح علشان نفهم خليني بس نفتح الهوم دي نروح كده احنا كده واقفين على ايه على الشبكة ديت طيب تعالوا كده نروح على الفيرش والنتورك بتاعتنا اتمنى والله يالشباب تركزوا علشان خاطري المعلومات والله مهمة جدا وحضرتك هتحتاجها خلاص واقفين ادي الشبكات اللي عندي طيب ادي الشبكة ديه لو رحنا كده للبيرينج هل في بين او بين اي شبكة تانية بير مفيش خلاص نركز مفيش بيرينج طيب انا هنا داخل اضيفها اهو داخل اضيفها الشبكة دي اهيه داخل اضيفها على الهوب اللي جوه الواقف فلو قلت له هنا لو قلت له ياس هيضيفها وما يعملش بيرج معاي حاجة لكن لو خلتها باي ديفولت قلت له هنا كريت او قلت له هنا كريت حيبدأ ياخدها مني ولما اضيف شبكة تانية حيبدأ تلقائيا يعمل بير مبين الشبكة دي واي شبكة تانية انا حطتها جوه الهوب خلينا نضيف شبكة تانية ونشوف هو بيعمل ايه او خلينا ننتظر لحين الانتهاء من اضافة الشبكة دي جوه الهوب ونروح نشوف خصائص البيرج انتغيرت هنا او لا لا خلاص انا انا محتاج بس الفة نظرك لانه معلومة احنا وناها في الجزء النظري انه الفيرش والوان هو ترانسديف مش نون ترانسديف احنا قولنا واحنا بنشرح الفيرش والنتورك ان البيرنج مش ترانسديف يعني ما تتخيلش ما تتخيلش ان حضرتك خلينا ايه يعني معلش نركز علشان نفي بصوا شباب انا عندي هنا عندي هنا في البيرنج عندي هنا تلات شبكات خلاص ادي شبكة اي و ادي شبكة بي و ادي شبكة سيني خلاص لو عملت بير ما بين اي و بي فهم اللي اتنين شايفين بعض اوكي و عملت بيرنج ما بين بي و سي فهم اللي اتنين شايفين بعض ده في البيرنج هل بايدي فولت حد يقولي ما طالما ايه مش موكة مع بي و بي مش موكة مع سي يبقى بايدي فولت هنا سي مش موكة مع ايه هقوله الكلام ده غلط ليه لان بيرنج نون ترانسلل احنا قلنا المعلومة دي اوكي طب لو انا بقى عندي نفس الديزاين ولكن في الوان وعندي هنا شبكة ايه و بي و سي هنا لما اروح اعمل بيرنج مع اي و بي و بيرنج مع سي هنا بقى بايدي فولت فعليا في الوان السي هتروح تبص على الايه ما عندهاش مشاكل ليه لان الوان هنا ترانسلل و ده الفرق المبين و بين اي كونكشن طيب تاني وصلت نرجع بقى للبورتل بتاعتنا انا هنا ضفت شبكة لو عملنا ريفرش كده هتلاقيه واخد ايه الشبكة اللي احنا ضفتها اهو كده طب لو رحنا كده احنا وقفين عليها وعملنا ريفرش شايف رح عملي ايه عملي بيرنج اهو احنا وقفين على البييرنج بايدي فولت عملي ريموت في نت هب بيرنج خلاص تمام خلاص ولو دخلنا كده جوه خيارات البييرنج هيلاقيني في خيار هاو بيقول لي ايه هتألاو الفروحارة بنتورب appealing to receive the forward traffic from الهب كله ايه ì الترانستيف بقى اللي احنا بنقول عليها الترانستيف هيه اللي احنا لو قلت له ايوه فأي شبكة هتشوف اي شبكة وبايدرفولت هنا الشبكة الليائنا وقفين عليها هتشوف اي شبكة جوه الهاب تمام هتشوف اي شبكة جوه الهاب خلينا ناخد تأكيد تاني هضيف شبكة تانية تمام استخدام نفس الهب واللي جوه نفس الريسورس جروب اختر مثلا الوان نتورك وهقول له ايه كريت فهيروح يضملي الشبكة دي تحت الهب فبالتالي هنا الشبكتين با دي فولت هيشوفوا بعض ومش كده كمان ده كل الريسورس اللي موجودة في شبكة ايه هتشوف الريسورس الموجودة شبكة بيه عن طريق البييرنج اللي تعمل اه ما بينهم خلاص ولو ضفت شبكة تانية وتالتة وربعة بالدي فولت كونفجريشن ما يارتش فيه كل النهاية في النهاية كل الشبكات والريسورس اللي موجودة تحت الهب هيشوفوا بعض وده يعتبر من اعظم البنيفيت اللي حضرتك هتستغل يعني هتشتغل عليها او هتحصل عليها لو اشتغلت بتقناية الوان تمانا يكون المعلومات اه ادارة ان اوصلها بشكل مبسط بشكل ثالث خلينا نشوف لما ينتهي من اضافة الشبكة كده ونشوف اه ايه اللي هيحصل احنا هنا وقفين على الشبكة اللي احنا اضفناها اه كاول شبكة اللي هي لو رحنا كده في الوفر فيو اللي هي الاي بي بتاعها 172.00 خلاص طيب احنا هنا بنضيف شبكة تانية قاعدين بنضيف شبكة تانية اللي هي الشبكة دي وراحنا للفاشل منتورب اخترنا اعتقد احنا بنضيف ديت تمام باي بي مختلف تمام اتناشر ثلاث صفار على خمسة وعشرين منطقيا الشبكة اللي هي اتناشر الاي بي بتاعها هيبدأ باثناشر مش هتشوف الشبكة الاي بي بتاعها هيبدأ باشر لان دي شبكة ودي شبكة ولكن طالما دخلنا الشبكتين او دخلنا الشبكتين او ضفناهم جوه نفس الهب فبالتالي هم هيروح يعملوا مع بعض بيرنج زي ما احنا قلنا هو هنا تقريبا بيضيف الشبكة لو رحنا كده على البييرنج هلاقي اهي مع مين مع الهب وبالتالي هنا هو مع اي شبكة جوه الهب وصلت يا شباب اتمنى نكون غطينا الجزء الخاص بالبيرشول وان بشكل مبسط ودينا معلومات للناس آآ علشان آآ يعني تشتغل عليها بشكل كويس وغطينا كمان كل المطلوبة منك في المنهج وزيادة احنا انا تكلمنا على الهب عرفنا اعرفنا بيعمل ايه المنافع بتاعته الخاصة بيه الطايب اه والفرقبة منهم ودخلنا عملنا بيدينا اضفنا شبكتنا اضفنا البرانشات بتاعتنا والحياة دلوقتي اعتقد ان هي بالنسبة لك واضحة ومفيهاش اي لابس نركز على ان الوان يا شباب استخداماته في الانتربرايز كامبن ومش كل الانتربرايز كامبن كمان لا ده الانتربرايز آآ اللي ليها توسع كبير جدا واللي ليها فروع كتيرة اوي فبالتالي هنا بدال ما بتروح آآ تعمل آآ فروعها آآ بايد يعني سايت وصايت باس او تكتافي بواسية الاتصال باس واحدة وعندها مسلا فروع تانية بواسية اتصال مختلفة فهينتج عنها فعلية مشكلة آآ ان هي بعض البرانشات شغالة مسلا بالاس ديوان آآ التانية شغالة بالجتوي التالتة شغالة مسلا او بعض الكيانات او الافراد اللي متعاونة معايا او اللي تحتي مني شغالة بالسايت فهنا عندي طيب فهنا عايزة لمنى الدنيا واحصل على منافع ما كنتش بقدر احصل عليها من خلال آآآ اي تقنية اتصالة ان شاء الله بإذن الله في الفيديو الجاي حنبدأ في مجرور رقم ثلاثة واللي هو خاص بالأكسبريس راوت فقط فبيتكلمش غير بأكسبريس راوت اشوفكم ان شاء الله على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة